السلام عليكم وأهلا بكم اللهم اغفر لأمي ورحمة برحمتك أرحم الراحمين وسائل المسلمين ها نحن قد عدنا المهم معلم فترة غياب كده نغبتها نبقى نوعب كده مع بعض وقب بيتين شاي ونوعب بقى ايه نحكي وغراق كده مع بعض يعني وحاجات زي كده المهم المطلوب من حضراتك دلوقتي تنشط القناة عشان الحلقات اللي الجاية ان شاء الله تيجي تلاقي ايه القناة ايه سخنة موح واح المهم ده بوست اللي حاجنا والسعداء وحقق انتشاره واسع جدا على الفيسبوك بقى وكده ليه بوست معلم البوست بيقول لا يستطيع رجل شرقي ان يواجه امرأة اذكى منه فما بالكم بالزواج منها اوه لقد انتابتني القشعرينة قشعرينة قشعرينة ما علينا منها دلوقتي المهم البوستات دي لان النوعية دي اللي فيها شوية كلمات رنانة كده زي الرجل الشرقي المرأة الذكية الكلام ده للأسف بيخدع البسطاء وبيدغدغ مشاعرهم رغم انه كلام بصراحة اجواف من الجوافة يعني مفيش في عيب تنجان خالص ليه بقى سألتني اجاوبك مبدايا كده بقى لقي حاجة الكلام ده فيه تعميم والتعميم تعتيم يعني الكلام ده كله كلام ايه في البزراميتة يعني اصلا كده المهم ان تنت نوال بهذا البوست اصلا بتغلط في النساء الله ما تخليك محضر خير كده يا محمود يا جماعة ما تحسنش ان انا السبب ده تنت نوال بتغلط في النساء ليه لانها دلوقتي بتوصف ان اي امرأة على علاقة مع رجل شرقي بانها امرأة مش زكية لان الرجل الشرقي ما يقدرش على مواجهة هذه المرأة فازاي هتجوز منها فلو حدرتك بتسمعيني دلوقتي ومتجوزة رجل شرقي ومرتاحة في حياتك فانت كده حدرتك مش زكية لكن ما دومت على خلاف مع جوزك الشرقي فانت كده strong independent male band زكية فشوفتي بانت كده ايه زي الفل معلم مدام مختلفة كده مع جوزك هل الفشل يا جماعة في العلاقة بقى دليل على الذكاء والنجاح في العلاقة بقى اسمه كده اقل ذكاء يا حزن عليك يا منطق يا كبدي عليك يا ابني المهم طنت نوال هنا عملت مقابلة ما بين طرفين وهم الرجل الشرقي والمرأة الذكية والسؤال هنا اللي بيطرح نفسه ارضا ليه هنا اصلا لازم يكون في مواجهة ما بين الرجل الشرقي والمرأة هل هم طرفين نقيد مثلا او في خصومة او في طرمة بينهم لمجرد انه رجل ولمجرد انها انثى لا طبعا لكن لو طنت نوال بقى بتتبنى موضوع مظلوميات المرأة وشوف المرأة مظلومة المرأة محرومة من شرب الحشيش زي هزي الرجل ما عنداش حد سطف كده بتصرف منه كده زي حمادة بتاع كوك والضعيف والكلام ده يا فندم كده حدريتك بيقى مشكلتك مع المجتمع مش مشكلتك مع الرجل الشرقي في مقابل المرأة فليه تم الزج بالرجل الشرقي المسكين كده بفال ان حملات وكرشيز غنون بيسند عليكوا ببيت الشاي ويستخدموا الأغراض أخرى يعني اللي أعدى لطيفة والله من غير زن ولا نكب بترضيه ومقضي يومه في الشغل المطحون وبيلحق ينام عشان يصحى بدري عشان يجري على أكل عيشه فليه نعمل مقابلة ومواجهة ما بين الرجل الشرقي والمرأة ما هو مش تهم الجاري يعني يا طنت نوال ومايفعش يكون فيه تكامل ما بينهم يعني حرام كخ يعني المهم يا معلم طنت نوال زادة الحنكشة فعكشة كده وبتقول لك إيه فما بالكم بالزواجي منها آه فهنا بتقول لك يا معلم إيه إذا كانت مواجهة الرجل الشرقي بالمرأة الزكية دي مواجهة مستحيلة والرجل الشرقي ده وإيه بق يا معلم انت تخبق ولا تقدر تفتح بقك مع المرأة الزكية اخ شاعد وانا بكلمك ها وانا تغيب منك فيامني في الرجل آه شرق غلبان يا سيدي قدام المرأة الزكية فبتقول لك إيه ما بالك بقى لما الرجل الشرقي ده يروح يتجاوز المرأة الزكية دي آه يا عمد دي هتجلده دي هتعلهه هتتلففه كده في المرواح هتفهم الله ما إحنا زي ما قلنا يا جماعة إنه فضلا عن إنه ما فيش أصلا مواجهة ما بين الرجل وأن أنثى عموما لأنهم مش طرفي نقيد ولا فرقتين كرة قدم فهل الجواز عبارة أصلا عن مواجهات وساحة مناظرات ولا بد فيها من فائز ومهزوم ما ينفعش مثلا علاقة زواج ما بين اتنين والاتنين يطلعوا فيزين حرام كخة ثانيا حولت الجواز عبارة عن ماتش ولازم يخرج فائز ويخرج مهزوم رغم إن الماتشات والله ممكن تنتهي بتعايده العادي لكن في قانون طنط النوال لا لازم يكون فيها واحد بيتغلب وواحد بيغلب ولازم اللي يغلب هي المرأة أو عدت فاكرية تعبان في دماغك والله هخة والله العظيم عليك يا منطق ده المنطق دلوقت تشارب زيزة ويسكي وراكب مكا ناصيني وبيخمس في مدان التحرير معك أوسطيقة طبعا مادام طنطة مادام هتقولك المنطق بيشرب زيزة ويسكي تقولك ده حبيبي يعني وصفنا وكبه لو سمحت كده يا محمد يا ناصر هتلينا تضحك كده من زاوية تانية آه هنا فيه ده حكاية مستخبية تحت جملة ايه المرأة الزكية طيب اوكي ما لو فرضنا يا فندي من المرأة الزكية الزكية بالفعل يعني فأكيد هتقدر تضحك على جوزها وتسنجفه كده وتخلي الحياة في البيت ميت فل وعشر وخمستاشر ويبقى هنا المرأة الزكية اللي كانت بالفعل الزكية حطت الزكاء في موضوع الصحيح وإلى ايه أصلا هكون فايدة الزكاء يعني هتعمل بي ايه ده غير انه أساسا يعني ايه زكاء يا طنط نوال ها يعني ايه يعني مثلا بتغلبه في الشطرنج كده بحركتين تلاتة ولا بخطت نابليون ولا بخطت اي حاجة كده فهيقوم بقى جوزها يقوم مسك لوحة الشطرنج وهوب يفلقها في دماغها نصين مثلا امرأته قاعدة في البيت كده بتعمل عمليات مينتا في دماغها وبتجيب حاصل ضربة خمسة في ستة كده من غير الزكاء الحزب فجوزها بقى يغير يقوم مسك بقى الزكاء الحزب انت ازاي يا مرأة يا بنت المرأة كده ما بتستخدميش الزكاء الحزب وبتستخدمي دماغك وهوب يقوم الرزق لالحزب في دراعها يفلق دراعها نصين عشان بقى انت فاهم دماغها تفادت نصين في الشطرنج فمش كل مرة دماغها يعني هل ده بيحصل؟ ما هو اصل اي نوع الزكاء اصلا اللي هي بتقصده في الجملة الخزعبلية اللي هي بتذكرها دي لو هي حتى كمان بتقصد الزكاء بالمعنى العام بقى لو هي ايه اه لان مرأة يعني زكية يعني بتفهم بسرعة وعندها سرعة بديها وبتاع وحاجات زكية طب يا فندم ما والله ده عز الطلب يعني ده حاجة لوز لوز واحنا نكره اساسا ما هي كده يا فندم الست هتبقى زكية وبتفهم بسهولة وعندها سرعة بديها والحياة هتبقى لونها وردي وهتدير شؤون البيت وتربية الاولاد بجانب شغلها لو كانت شغالة على اكمل وجه ممكن انا اجي لواحد يقول لا بص احوضة هي تقصد المواجهة ما بين الرجل الشرقي والمرأة الزكية وقت الخلاف والمشاكل يعني هقولك يا فندم نتانت نوال بتقولك فما بقلوكم بالزواج منها اي من المرأة الزكية يعني الراجل لسه اساسا ما تجوزهاش فيحصل خلافه مشاكل ومواجهة امتى يعني انا مش فاهم ده حتى لو كان بعد الزواج وكانت المرأة الزكية عامة اينشتاين والرجل كان محمود داود محمود داود يعني اي حاجة جامدة زحلية جدا في الزكاء يعني والاتنين يعامة في منتهى الزكاء فبدون رادع يرضع الاتنين او مرجعية يلجأ لها الاتنين وقت الخلاف حتلاقي ان الحياة بقت بزرميت لان من دق بالعقل كده وخاصة لما بيكون الشخص زكي انه بيطلع نفسه مظلوم حتى لو كان هو ظالم فلو مفيش حاجة اسمها انصاف مفيش حاجة اسمها اخرى مفيش حاجة اسمها خوف من الاخرى مفيش حاجة اسمها حقوق وصدها واجبات وا 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 والحاجات اللي بينظمها الدين دي فحتلاقي يا جماعة ان كل حاجة اصبحت مناظرات لا انا كاثبان لا انت كاثبان طب يلا هب اتيك فيلب خلاص يا باشا العلاقة بازت وكل واحد بقى ولا فيه جواز ولا فيه بتنجان ولو انت مزنوق شوية فانت مروح واحدة كده وصرف نفسك معها وتنقتي بقى زي الزفتي المهم نرجع تاني تانت نوال تانت نوال يتضح من كلامها كده انها حطت عداوة ما بين الرجل والمرأة وعملت ارهاب نفسي للمرأة بانك لو متجوز رجل الشرق هيبقى زكائك محدود اه اوعي طب اوكي ماشي ايه الحل بقى ايوه شطرة برافو عليك ما تتجوزيش بقى عشان ترضي تانت نوال وعشان ندلكم يا جماعة ان تانت نوال وغيرها من طيار المتنورين اللي عندهم لمبة في دماغهم انهم اساسا ضد الطهارة ومع اي نجاسة وضد فكرة الزواج لكن مع فكرة النجاسة بشكل عام هتلاقي تانت نوال هنا بتشجع على تعدد الازواج ايوه اسطة كده زي ما حضرتك سمعتني بتشجع على تعدد الازواج للزوجة طب اديني عقلك بقى يعني اذا كانت هي بتقول ان الرجل الشرقي الوحش ده ما يقدرش تجوز واحدة ازكى منه فانت بقى عايزة حضرتك المرأة الزكية الشرقية تروح تتجوز واحد واثنين وثلاثة من الرجل الشرقي الوحش الكخة ده يا ناقص علل ناقصة واجع دماغ لا يا دماغها في الشارع لكن مدام تعدد الازواج للزوجة بقى حرام ونجاسة يبقى لازم هي تأيده وهيبقى الرجل الشرقي ميت فل وعشرة حتلينا منه وزوجه واثنين والصالعة الزين الصالعة الزين قلبته ريري عادي يعني خد عندك هزيدي عندك تنت ناوال السعداوي بتزم الزواج من الرجل الشرقي لكن هي برضو الله نفس ذات ناوال السعداوي اللي شايفة ان لازم يكون في حرية جنسية لان ما تربناش احنا ما تربناش على الحرية وخصوصا فيما يتعلق بالجنس نمط نمشي عليه هو ده او تتقطع رعبتنا او لالله يعني اللي هو عادي يا جماعة في حرية جنسية وبلاش نمطية بقى وبتنجان ده حتى الشزوز يا راجل عندها انت عادي يا باشا انت هر عدوي سهل السؤال هل حضرتك يعني لا تمانعين في علاقة بين رجل ورجل او امرأة وامرأة مش أنا اللي امانع لا بس حضرتك رأي شخصي انا شخصيا ما حصل ليش يعني انا بحكم تربيتي وظروفي وحياتي كل حياتي كانت علاقتي الجنسية مع الرجل الجنسية لا بالنسبة للاخرين لكن الاخرين هم احرار انا لا امانع انا ليه اصدقاء وصديقات بيحبوا نفس الجنس كل واحد حر اه شفت بقى يا معلم الحرية الجنسية حتى في الشزوز لكن تيجي تقولي تتجوز رجل شرقي واخصى عليكي الف خصائر هتبقي قليلت زكاء مدام بقى ايه فيها طهارة والزواج وكده لكن بقى معلم لو كان فيها نجاسة وبتنجل يا فندي متفضلي فاكده حولت المرأة بتقولها اوعي تبقي اقل زكاء ودريح تتجوز رجل شرقي وما لقى بقى ايه طنتنوات لا حضرتك كمرأة لازم تبقي مرحاض عام حاجة في منتن نجاسة بدت تستموا قرفة وربنا المهم عليش شبا محمد يا ناصر انه تعبقى جماعة كده حتلينا الضحك كده من الزواجة تانية يا محمد ايوه بس استناني هنا شوية هنا في حت الضحك مستخبية تحت جملة ايه الرجل الشرق وبمفهوم المخلافة يا جماعة يبقى الرجل الغربي ها الغرب الاسياد بقى بتوع الغرب الرجل الغربي اكيد يستطيع مواجهة امرأة اذكا منه ويقدر يتزوج من امرأة اذكا منه عادي جدا وبطبيعة الحالة جماعة في الرجل الغربي هيقدر يواجه امرأة اقل الزكاء منه ويقدر تزوج برضو من امرأة اقل الزكاء منه يعني الرجل مقفل الليفل كله معلم فيظهر كده جماعة الرجل الغربي ده هو الزوج المثالي بقى وكده اه طيب ماشي حق ما تيجي نشوف خوض يا معلم عندك من سكينيوز بتقولي بقى صلت الدراسة حديثة عن الجرامة التي تحدث بين الازواج سواء الحاليين او السابقين كاشفة ان نحو 30 الف امرأة حول العالم لقت مصرعها على ايدي ازواج حاليين او سابقين في عام 2017 اه محمود طب الحالات الاجرامية دول بقى فيونه في الغرب يعني وليه بص المعلم بتقولك ايه واقدامة الخبيرة البريطانية في علم الاجرام جيم مانكتون سميث على دراسة 372 جريمة قتل وقعت في المملكة المتحدة بحسب وكالة سبونتك الروسية يعني يا فندم الخبيرة دي عملت بس دراسة على 372 واحدة في 2017 في بريطانيا الاوزمة يعني العدد اكبر من كده بكتير وكلهم ايه عند الرجل الغرب بالزوج المثال ياهو عبا ايه فانت يسحبا لي الكلام خد عندك منتكره الدولية بتقولك ايم علي جرائم قتل الزوجات في فرنسا ارتفاع وغموض قتلت ما لا يقل عن 126 امرأة في فرنسا على ايدي ازواجهن خلال عام 2019 بارتفاع نسبته 7% عن عام 2018 طبع ما ده من نول السعداء لما تسمع خبر زي ده ان 126 امرأة فرنسية قتلت عام 2019 على يد ازواجه هتلاقي طنط نول السعداء وانصرة من دار التنويرين يقولك اولا لا الرجال الفرنسين دول قتل زوجاتهم عن طريقهم موتوهم من الضحك ني 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 يا عام يشوف بوس بيقولك ايه تفيد الاحصاءات ايضا انا 31% من الجرام ضد النساء نفذت باسلحة نارية رجل هوب دخل شد الاجزاء وفرغها في دماغ المدام خلاص يعني 31% بالسلاحة ابيض يعني كان بيأور مراته زي الكوسة كده يا فندم 17% بالضرب والعنف يعني الرجل بص بوش رجل وكده وهب حطاه حطى كده ولا بوتريكا في الصفاقسي و14% خنقن طبعا 14% خنقن يعني هو كان ايه ممكن كان بيلبس مراته جرفتها فشدها عليه شوية كده فاللسانه يلا ها ضاقه قدر راحت يلا مش مش كده وتعد الجرام قتل النساء المرحلة الاخيرة من العنف المنزلي الزوجي يعني دي اخر مرحلة يا فندم يعني قبلها كان في العنف الزوجي انه كهربها بعنط السيخ المحوي في محمي ولا مش عارف معه ولا ده وحوي ده في ايه في صرصور ودنها فاهم انت يعني بيقولك ايذ تعاني اكثر من 210 ألف امرأة بالغة في فرنسا من العنف الزوجي شفت بقى انا رجل زوج فرنسي غارب مثالي غرقت امراتي كده بالبرشيون كده لغايت لما جالها زبحة صدرية موتعة شفت انا يا زوج لاتيفي ازاي الله العظيم اصحاب العقول فراحة تنت نوال وده عندك معلم يورو نيوز بتقولك ايه تقوله سلطان الفرنسية ان 121 امرأة سقطنا خلال السنة الماضية طبعا تنت نوال السعداء بتقولك شوف فاستات سيطو ازاي اكيد عشان ما بيدرسوش وبيذكروش كويس بسبب ان نجوزها شغلها بقى ومعمل ليه شاية مرأة والكلام ده شفت بقى ان نساء مزق يعني ست كامبل الكلام حتى لو مجرد صديقها كده وحاجة شغل لاف لافا كده برضو بيدرابها يا فاندم ويعاد يعني فيما يشير رقم الذي نشرته وكالة صحافة الفرنسية الى ان 117 امرأة متنا هذا العام للاسباب نفسها وفي السياق نفسه بدت المانيا الدولة لاكثر عنفا تجاه النساء طبعا مدام نوال السعداء وتاريت انه اوعد المانيا ازاي يقوله المانيا ويصادوا المانيا كده في الصعيد الماء الماء ازاي يا عمده ده الغرب يا جاد ده الزوج الغرب يا جاد ده مجنون يا عمد تتعايز تقولي يا شوف يا معلم بتقولك ان المانيا بدت الاكثر عنفا تجاه النساء حيث سقطت 153 امرأة ضحية عنف شركائهن في عام 2017 بينما شكلت نسبة الجرائم ضد النساء في اسبانيا في عام 2018 نحو 10% من اجمال الجرائم في البلاد ودي عندك وكالة الانادول بتتكلم عن تقرير صدر من مكتب الاحصاء في الاتحاد الأوروبي ودي عندك كام واحدة تقترف في فرنسا ورومانيا وانجلترا وإيطاليا وألمانيا ايه ده ده يظهر ان الرجل الغربي بعافية شوية طب ممكن يا فندم نقفله ونفتحه تاني كده يمكن نشتغل طب يا عم خلاص ماشي بما ان الرجل الغربي رجل عسول وأمور وطيوب خالص تقدروا تقولولي ليه في حركات نسوية عنيفة موجودة في الغرب ولو قلت بقى تانتناوية لأصل مشكلة النسويات هتكون مع المجتمع مش مع الرجل الغربي طب هنا لمؤاخذ يعني انت ليه صدرت المرأة مع الرجل الشرقي ما صدرتهاش مع المجتمع نفسه بقى والعادات والتقاريد والحزنبولية اللي ات عمالة بتحكي فيها دي ولا انتم من كتر ما بتلحسوا أحزائيات الغرب لحست عقولكم كمان طيب هنا ممكن واحد تتقولك ما فعلا يا محمود يعني فيه نوع من الرجال ولا كده ما بيحب ياخد واحدة ايه افضل منه ولا هي تكون احسن منه لانها تسبب له عقدة نفسية او لك يا فنم زي ما حضرتك بتقول ده نوع من الرجال ونفس النوع ده برضو هتلاقيه موجود في النساء فليه التعميم ونقول الرجل الشرقي وليه التعميم ونعمم ده اصلا على الزواج في العموم وعلى فكرة لازم يكون في الزواج فعلا تكافؤ مادي تكافؤ اجتماعي تكافؤ ثقافي عشان يحصل تفاهم وتناغم ما بين الاثنين وده لا تعرض مع الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا بالزواج من الاكفاء فانت يا فنم شايف ان الرجل ده كفء لحضرتك وانت يا فنم شايف ان المرأة دي كفء لحضرتك تفضلوا تجوزوا اخيرا بقى عشان عارف ان اطولت عليكم قولوا طول ده انا كروان بيغرد انا عايز اقولي ان فعلا يا جماعة فيه نساء بتتعرض لأكل حقوقها وبتتعرض لمشاكل بسبب كونها امرأة فقط لا اكثر وده موجود في الغرب قبل الشرق واساس المشاكل دي يا جماعة سدقوني هو البعد عن الدين ما ينفعش احنا نغيب الدين بالكلية ولما تحصل مشكلة للمرأة نعمل تعرض ما بينها وما بين الدين يا فندم انت اساسا غيبته وطبعا كعادة اعداء الدين لانهم دايما بيلعبوا على المظلميات يعني هم يدوب بس يشموا خبر كده او يحسوا ان فيه عرق او دين طبعا اي دين غير الاسلام يعني او اي فئة بتتعرض لظلم او بيشاع انهم بيتعرضوا لظلم فتلاقيهم بيستغلوا ده عشان يتعانوا من خلاله في الاسلام وده هدف من اهداف الحركات النسوية ولو عايز تفهم اكتر شوف الفيديو الصغير ده الايان هيرسي علي دي ملحيدة صومالية شاركت في فيلم الموسيقى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليها صيد كده ايه في الغرب من منظري وصناع القرار وما الى ذلك شوف ده ده في نادوة في كاليفورنيا عام 2010 بتقول ادي واحدة ملحدة بتستعين بالفيمينيست عشان يوجهوا كلامهم للمرأة المسلمة واخبالك المرأة المسلمة عشان يقول لها الله اما الحرية دي جميلة بشكل ويلا بقى ايه لعي حجابك يلا يا ستي زنا يلا خمرة يلا ويسك يلا هوب بتيت ومامبو اي بتنجي الله طب شميعنا المرأة المسلمة يعني هلا ان المرأة غير المسلمة مثلا ما بتتعرضش للتهاد طب لو كان ده صحيح ليه في حركات نسوية عنيفة جدا في الغرب فده يدل على ان كل مشكلتهم هي مع الاسلام نفسه فيا ريد نساءنا واخواتنا الفاضلات الفضليات حسب يا الله فيهم اه قصدي ربنا يبرك لهم فينا يحضروا من انهم يكونوا اداء لحركات نسوية للطعن في الدين وبيتم استغلالهم من خلال عبارات براقة ورنانة جوفاء اجوف من الجوافة يا الله بقى السلام عليكم متنسوش تدعو الام بالرحمة والنفرة ويقصلكم الاخير